كنت الدوري الجزائريين وإذا بيت لقيت بهذا الزوج الإعلانات لأتعجب من الأمر أنه حنايا في 2023 وما زالت وزارة التعليم العالي تقوم بإصدار مثل هذه البيانات رغم أنه الهدف الأول للدولة الجزائرية هو عمل رقمنا في كل المجالات وكل المسؤولين يلزم يطبقوا هذا هذه رقمنا من الأخرى وكباراكم تشوفوا هنا يكتبوا رابط لتع تسجيل أو استخراج كاش وثائق بشكل عادي على ورقة عوض ما أنهم يديروا QR code واللي هو أنك تهز تليفون كنت تسكاني الكود مباشرة والطالب يعني يتوصل لرابط بشكل مباشر وانتوما يا أصحاب الجامعة يعني تتهنوا من تكسار الراس خلاص المشكل اللي شفتوها الآن يا الجزائريين يعني مشكل طفيف لأنه مشاكل الجامعة الجزائرية عديدة رغم أنه وزير التعليم العالي الحالي بدأ مشروع رقمنا ولنجوله تحية على العمل تاعه إلا أنه در قرارات غلطة بالبزاب فيما يخص يعني مجال الطب الطب في الجزائر إلى أين هذا هو السؤال وإذا تحدثنا هنا على الطب رح نتحدثه على ثلاثة تخصصات لكونه طب الطب طب الأسنان وحتى الصيدلة الطب يا الجزائريين يعني في كل دولة يعتبر من أهم المجالات راكم شفتو جال كوفيد شكولي لقينا لقينا الطب فقط ولكوني أنتمي إلى هذا المجال ما راحش نسكت على وش راهو صاري فالفيديو هذا يا الجزائريين سحقه يوصل إلى الجميع لأنه يعني فيه واحدة معلومات خطيرة جدا وقرارات إجحافية فيلزم الفيديو هذا يوصل إلى رئيس الجمهورية لأنه صاحب القرار وبالك ما على بالوش وش راهو صاري وديروا في حسابكم يا الجزائريين بللي هذه القرارات راح تأثر بشكل كبير على الجزائريين مستقبلا ماشي الآن بالخصوص عمال الصحة وعلى بالي راهم كامل يتفرجوا الفيديو هذا وإذا راني غالط في كاش حاجة قولوا لي في التعليقات الآن الجزائريين نذهب إلى سؤال الطب في الجزائر إلى أين نبدأوا بأول قرار يا وزير التعليم العالي واللي هو قرار استحداث ملحقات لتخفيف الضغط على الكليات المركزية وتحسين نوعية التكوين نهار سمعنا بهذا الأخبر كامل فرحناه بأن الدولة الجزائرية راه درت أهمية كبيرة للطب وراهي حبة حسن التكوين لكن بعد التطبيق تأتي الكارثة تقولوا لي وينراهي الكارثة أخويا شرفدين أنا نقولكم الكارثة بكل بساطة في أنه بعد استحداث هذه الملحقات قاموا بوحد القرار غريب وعجيب وما فهمتوش إلى يومنا هذا وهو زيادة عدد مقاعد الطب تقريبا الضعف نعم تقريبا الضعف ففي العام الماضي واللي بلغ العدد تحهم 8000 طبيب اليوم اتفاجأنا أنه كاين 13000 طبيب جديد بزيادة قدرت ب5000 طبيب جديد نزيدكم معلومة يا الجزائرين بلنفس العدد اللي زادوه هو كان عدد الأطباء في 2019 يعني الأطباء الجدد رغم أنه هذا القرار يعني الهدف تعوشي هو على حساب وش قالونا المسؤولين هو تخفيف الضغط لكن حدث العكس واللي هو زيادة الضغط على الكليات سواء المركزية أو هذه الملحقات بعد احنا في بالنا كجزائريين وكعمال قطاع الصحة أنه العدد رح يبقى كيف كيف ويتم توزيع الطلبة على كل هذه الملحقات لذلك هنا نقدر نقول بالتكوين تحسن لكن بهذا القرار حدثت الكارثة تصوروا بأن الجامعات وبالتحديد الإقامات لم تستطع استيعاب العدد هذا من أنك كنت حاب تحسن التكوين قلبت التكوين يتدهور حتى المبيت في الإقامة لدي جاك نعيان وكان بالاك في المتوسط يعني شخصين في كل شومبرا أصبح ثلاثة أشخاص في كل شومبرا حكينا فقط عن الإقامة لكن الصدمة وين؟ الصدمة هو أنه هذا القرار تعد استحداث الملحقات ولزيادة عدد الأطباء كان قرار بدون استشارة المختصين نعم بدون استشارة المختصين أنا نقول لكم بالاك يا وزير التعليم العالي تقول أنا بروفيسور ونفهم في هذه الأمورات لا لا ما تفهمش لأنه أنت مش بروفيسور في الطب واللي راه يتكلم الآن البروفيسور ساليم بن خده هو أستاذ في الطب وزيد فوق هذا الشي كامل أستاذ طب القلب بمصطفى باشا علش ما سقسيتوش هذا البروفيسور ولا لي كيفو واللي هما مختصين أصلا في هذا المجال واللي هو تدريس طلبة الطب حيث كتب أنه 13 ألف مقعد في الطب لطلب الجدود لهذا العام مقارنة بثمانية آلاف العام الماضي وخمسة آلاف في سنة 2019 من سيستقبل ويؤثر هذا العدد الهائل من الطلبة أين الإمكانيات والمستشفيات الجامعية التي تستوعب كل هذا رقم المهول سيكون لهذا أثر سلبي لاحقا على مهنة الطب وعلى قيمة شهادة الطب وعلى رعاية صحية للمرضى هذا هو السؤال ما تروح الآن علش ما سقسيتوش هذا الناس لماذا كل هذه القرارات العشوائية دركان تايا زدت المقاعد تاعة الطب بخمسة آلاف مقعد وهنا رانا نحكيه على الطب فقطة مانش نحكيه على طب الأسنان والصيدلة لأنه كارثة وش راهو صاري فيهم ثاني بالخصوص الصيدلة وليكن في علمكم يا الجزائريين بللي دي جاء كائن آلاف الطب اللي قرأوا سبع سنين وملقاوش خدمة لليوم هذا القرار نورمال مو يعني يطبق في عشر سنوات يطبق في خمس تاشن سنة كي تكون واجد عندك سبيطارات واجدين لاستقبال يعني هذو الأطباء الثم تقدر تطبق القرار ماشي أنك تزيد العدد ومبعدها تحصل في السبيطارات المشكلة العويص أنه ما كانش مشاريع يعني تسبيطارات راهي طالعة هذا العدد لازم له أموة خمسين سبيطار جامعي ولا أكثر وفوق الشي هذا كامل نروح وعند مشكل آخر واللي هو قرار التحويلات نعم مشكلة التحويلات واللي هو ما عدا كلية الطب في التحويلات الجامعية الأخيرة وبشرفها ممليح وش معناته التحويلات مثلا واحد يسكن في الجنوب لحكم العمل تعباباه ومبعد انتقلوا إلى الشمال مثلا وهو عقب الباكتاعه في الجنوب ما يقدرش يروح للشمال نعم يا الجزائري منعوا عليهم التحويلات يكون عندك وش يكون ما راحش تحول فوق ما أنت دخلتهم في حيط زدرت لهم مشكلة التحويلات زدت منعتهم من حق التحويلات يا أخو يا أمنع التحويلات على كل الأسلاك الأخرى ولا ما تمنعش خلاص التحويلات هما علش داروا يعني منع التحويلات باش ما يهربوا لهمش من الملحقات الملحقات يعني اللي هي في الأساس انت قلت بلي باش ما نديروش الضغط على الجامعات هكرا قلتو ولا لا لا لكن مثلا ننديو مثال فقط في طب الأسنان كان في البرومو الواحد في جامعة الجزائر واحد 300 400 طالب ماكسيموم لكن نتفاجأ في الدخول الجامعي الجديد بلي كان 700 فرد في جامعة الجزائر واحد يقرأوا طب الأسنان إذن ما دور الملحقات فهموني وشي هو دورة الملحقات هنا ولينا يعني للزيرو أنه الملحقات ما كان عندهم حتى دور إلا زيادة المقاعد دوني سبب ما كان حتى سببه والغريب أكثر من هذا يا الجزائريين مثلا واحدة 17 قرأه وتعب عام كامل وهو تعب ومن بعدها خير مثلا طب الأسنان لكن بعدها تكاكا في راسه وقال أنا طب الأسنان ما ساعدتنيش حبيت الطب مثلا ما يقدرش يدير التحويلات يا الجزائريين أنا يقولكم رغم أنه كانت في الأعوام السابقة عادي جدا أنك تديرت تحويل تاعك لأنه عندك معدل يقبل باش تدير الطب تدير الطب من حقك والنقابات الجامعية ما همشي هادروا ما كانش ليتكلم أخلاص في هذا الأمر بالخصوص على مستوى كلية الطب وفوت القرارات هذي والسلام عليكم هل شوفوا فيها يعني قرارات نورمال هذي قرارات تعسوفية كيفاش أنت تحتم على الطالب أنه يقرأ في المكان اللي أنت تقوله له يا سيدي باش تكون أموه ديمقراطي أفتح السيت وخليه يسجل ورفض كامل الملفات يا سيدي أرفض كامل الملفات المهم كون ديمقراطي ما تكونش تعسوفي أنك تحتم على الطالب يقرأوا في المكان اللي رك حب ونتاير فوق ما تدخلهم المشكلة الملحاقات رك زد دخلهم مشكلة التحويلات الآن رح نجيو إلى نقطة مهمة وخاطيرة بالبزاف ونشوف فيها يعني من رأيي شخصي تمييز هذا تمييز نجد هنا أرزنامة البيضاغوجية للدخول الجامعي واللي هي صادرة عن يعني وزارة التعليم العالي وهذه تخص جامعة الجزائر واحد وجامعة الجزائر واحد تنتمي لها واش تنتمي لها جامعة الطب تعال جزائر يتفاجأ الجامع بهذا القرار ولي على حساب شو يخص حتى الطلبة القدامى بأن التحويلات تصلح في جميع المجالات في كل الفروع إلا التخصصات الطبية ما كانش كيفاش تحول وكما راكم تشوفوا بالأحمر كتبين معادة العلوم الطبية وليكن في علمكم أن الكارثة أكثر من هذا خرجوا بيان يعني قبل ما يخرج البيان هذا نفس البيان لكن ما فيهش ما عدا جميع العلوم الطبية ما عدا العلوم الطبية تقولوا لي أخويا شرف دين وين راه التمييز أنا نقولكم التمييز بكل بساطة وين التمييز هو أنه كل جامعات الوطن يعني اللي تقري الطب قامت يعني بفتح التحويلات بشكل عادي للطلبة القدامى إلا جامعة الجزائر واحد قالت لهم ما كانش التحويلات والألاف من الطلبة يروحوا عند الجامعة على الجزائر واحد ليستفسروا بركة عن التحويلات يقولوا لهم ما كانش هنا وكذا وأمر جانا من وزارة التعليم العالي والمشكل الثاني النقابات أين هي ما كان ولا نقابة تكلمت في الموضوع يا سيدي حبين إحنا كجزائريين نفهم الفرق بين جامعة الجزائر واحد وباقي جامعات الوطن هذا ما كان إذا راكم تديروا كما هكذا هذا تمييز وهذا قمع من لخر يا أخويا نرجع ونعود نقول هالك يتحبسها في جميع كليات الوطن لتقرأ الطب ولا ما تحبسهاش في جميع الكليات لأنه ما عندكش الحق طلب مساكن حابين يديروا يعني أهداف في الجزائر حابين يوصلوا أنه يوليوا أطباء ناجحين في الجزائر لكن انتهي راك تحرب فيهم بكل الطرق ومبعدها في وقت الكوفيد لقيتوا غير الطبة شكولي ماتوا غير الطبة باش تجازيهم بأنك تزيد فزد لهم السلكتاحهم عوض ما أنك تبني جامعات وعوض ما أنك تفتح كليات ديرك التعطب وتوفر جميع الشروط قمتم بفتح ملحاقات لا تستوفي أدنى الشروط من أجل تدريس الطب والطب ما هوش يعني دراسة نظرية فقط وإنما نحكيه عن البراتيك كيفاش راح تخلي هذك البنادمي براتيكي هذا هو السؤال متروح خليتوا ناس تع الميدان يعني اللي عندها اختصاص في الميدان هذا ورحتوا عند ناس ما عندها حتى اختصاص وطبقتوا وشكين في ريصانكم السلام عليكم وفوق هذا الشي كامل يا وزير التعليم العالي راكم قمتم بقمع حريات هذا الطلبة بش تخليه يتحول وين يحب قلت له لا لا ما تديرش التحويل كي الناس محتاجة التحويل كي الناس اوبليغاتور عليها التحويل كي الناس ما تقدرش تخلص حق ترونسبور سبحان الله يعني نحكيه بالمنطق كي الناس عندها ظروف مراضية يا سيدي كين واحد مثلا مريض وراه يتابع عن طبيب في العاصمة علاش ما عندوش الحق انو يحول الى العاصمة نورمال ما عندو الحق ومبعدا يتساءلون ويجي يقولك علاش هادو الاطباء راهم يهجروا ويروحوا كذا ويروحوا كذا يروحوا بسبب هذا التعسف اللي راكم تديروا فيه وبيسبب باينة بسبب العوائد المالية يعني فوق ما انو ما يخلصش بياه راك تعامل فيه كي ما هكذا وراك طوب ليجيه بش يدير وشحة بنتايا تقرهنا جي هنا دير هكذا لا لا ماشي كما هكذا اذا حبينا انو نرتقيوا بالجزائر تعنا الجزائر هذه اعدنا فيها امال كبيرة وكبيرة فما تحتملناش هذه الامال وهذه تعلموا الحقات خطأ فادح ونزيدلكم حاجة يا الجزائريين بعد الفاضيحة والكارفة تعهجرة يعني الاطباء لخيرنصا قامت الجزائر يعني ماشي بتحسين النوعية التكوين ولا بتحسين العوائد المادية للاطباء لا لا وانما قامت بمنعهم من الهجرة نهائيا عن طريق انو ما خلوهمش يديوا الموافقة سواء من عند وزارة الصحة ولا وزارة التعليم العالي وهنا تعرفوا السبب الحقيقي علاش زادوا في عدد الاطباء زادوا في عدد الاطباء باش يحاربوا ولا يعوضوا الناس لراحت لكن ما داروش حسابهم لعدد السبيطارات اللي كانين في الجزائر ما داروش حسابهم للكوارث اللي راه يصار يا في السبيطارات تاع الجزائر وماشي انا اللي نهدر وانما يعني اصحاب الاختصاص اللي راهم يهدروا ولي راهم في السلك الطبي كامل ويتبعوا يعني قناة ميديا ديزات خليوا لي في التعليقات ارائكم ذوك تشوفوا في التعليقات كامل وش راني نهدر صحيح يا نورمال مو كان بالاجدر منكم انكم تحاربوا سبب الهجرة تحارب سبب الهجرة اخويا ليس انك زيد تقمعوا وتقولوا دير هكذا وهكذا وما تروحش لهنا وكذا يا اخويا راك تقولوا راني نكونوا في اطباء باطل ما تخليش تعليم باطل يا سيدي وخليه يدير وش حاب لانو الحرية تاع الطالب ولا تاع الطبيب هي الصح وبلا ما ننساوا يعني صحاب الفرماسي صحاب الفرماسي مساكنة راهم داخلين في حيط لاقريمون بش يديوها سنوات وسنوات وفوق هذا الشي زادوا في الاعداد تاحهم بمعنى انو انك تكون صيدة لي كشغل ما عندها حتى معنى في كل بلدان العالم في كل بلدان العالم يكون العدد تاحهم وش يكون الصياديلاء عندهم عدد محدود جدا بش يلقوا راسهم كي ديروا لهم لزاقريمون كيمدونهم لاقريمون لاقريمون وصلت انو يشريوها بربعة ملايرة خمس ملايرة اي كارثة هنا يا والله اي كارثة تاع الصح اسم اصحاب المال ينجحوا في المجال تاحهم لكن لي قرى من قلبه وكذا ما ينجحش هكذا وبلا ما ننساوا الاطباء يعني التكوين تاحهم ليعدي على صعوبات كبيرة سواء الاساتذة ولا الطلبة وايضا ما ننساوش يعني الطلبة المختصون اللي راهم يقرأوا في الاختصاص السيد يخلص مسكين خمس ملايين وربعمية ولي كراه اللي كراه يعني اللي كراه في المنطقة اللي راهوا يخدم فيها ست ملايين وربعمية يوليوا مساكن يتجمعوا خمسة ولا ستة اطباء بش يكريوا دار واحدة كارثة وخلاص هذا نورمان مو منحقهم الإقامات الجامعية منحقهم أنك تدير لهم إقامات جامعية وتخليه يقرأ فيها بش ما يهرب ليكش بش ما يهرب ليكش للخارج لأنه في الخارج يوفروا له ظروف أحسن بألف خطرة من الجزائر وبلا ما ننساوش راهوا صاري في طب الأسنان طب الأسنان يا الجزائريين راهوا في تدهور بسبت لانيستيزي ما كانش لانيستيزي يا عباد الله ما كانش في الجزائر ويخرج لك الوزير تاع الصناعات الصيدلانية يقول لك لا لا كاين وماناش حابين نجيبوا منتوجات وكذا يا ولدي لانيستيزي ما كانش اد أخرج للقطاع وروع عندي القطاع الخاص وحتى القطاع العام وشوف ذوك يقول لك لانيستيزي ما كانش علش راكم تكذبوا فينا علش علش راك تكذب فيها تقولي لانيستيزي كاينة وانا ملقيتش بوش نخدم بيها بلك يا وزير التعليم العالي درت بزاف قرارات مليحة يعني في مجالات عديدة يعني في التعليم العالي ولانتا كنت ديجا متخصص فيها لكن صدقني انك وشركت دير في طب كارثة بمعنى الكلمة مصر بأكمالها مصر شحال عندها يعني عدد السكان تحها فايت المئة مليون واقيلة احنا يرانا ربعين مليون برك لكن مصر فايت المئة مليون شحال عدد الأطباء ثمانية آلاف طبيب كل عام برك هذا ما كان يا الجزائريين لكن الجزائر حاربنا الناس ليتسب الجزائر حاربنا الناس لي راهي ضد كل حاجة جزائرية ورا ننشر غرف الإيجابية للجزائريين لكن بهذا القرارات أراكم يعني تخليوا الطالب الجسائري من أولى جامعي تاع وهو يخمم في الهجرة وهذا غذل مجال تاعي يعني مجال الطب برك مجال اللي نعرف له مليح وش كين وش مكانش والمجالات الأخرى والله يغرع عالم بها ربي وعلى بالي بزاف لبروفيسورهم يتبعوا القناة على بالي بزاف أساتذة رهم يقرأوا في الجامعات على بالهم بوش رهو صاري لكن ما يقدروا شي غيروا وحدهم لذلك يا وزير التعليم العالي عاود حساباتك مليح مليح وكي تعود راح تديركاش قرار في مجال الطب خلي القرار لأهل الاختصاص جيب بروفيسور مال في قرية طلبة تعالطب وقلوا انت دير القرار انتلي على بالك وش كين وش مكانش لأنه نتائج هذه القرارات ما راحش تباني الآن يا البروفيسور وراح تبان بعد من تترك المكان تاعك صدقني الجميع راح يولي يحكي عليك بصيفة عيانة بعد هذيك السنوات لذلك عاود حساباتك مليح مليح وقبل ما تخمم عند كراعك خمم فواشره ويستناكم بعده انت صح احسنت في المجالات الاخرى لكن نحكي على المجال تعطب اللي يحتاجوه الجزائريين بزاف بزاف وهذا ليس استصغار للمجالات الاخرى لا لا حتى المجالات الاخرى مهمة بل بزاف بالخصوص المجالات التقنية وغيرها من المجالات كل واحدة عندها يعني دورها في حياة الجزائري لا يمكن الاستغناء حتى عن اي مجال لكن القرارات اللي راكم تخرجوها ضد الطب راهي بزاف ظالمة وظالمة فيا سيادة الوزير عاودوا حساباتكم وهذا الفيديو راني درته من اجل جزائر افضل احنا كنشوفوك احسنت نقولولك صحيت صحيت خويا درته رقمنا صحيت لكن كنشوفوك اخطأت ومزلت تخطئ نقولولك رك اخطأت فعاود ادرس مليح اولا قرار الملحقات يعني العام الجاي مراحش يكونوا كين اعداد كيمة العام هذا عاود ادرس مليح انك تمنع الناس من عمل التحويلات تاحها بكل ديمقراطية وعلى بالي مساكن تعبرهم يراني ما عندهم ما يديروا والله غالب براعم كانوا يعني داخلين جدد للجامعة مع لبلهمش يقولوا لهم كاش قرار يسكتوا عليه والنقابات الله يجيب الخير جامي شفت نقابات دافعت عن حقوق الطالب النقابات خدمتهم هي يعني انها تفري الاعمال تاحها الشخصية هذا ما كان فخليهم يديروا التحويلات خليهم يديروا وشراهم حابين هما اشي وشراك حابنتايا تحطهم في الملحقات وحبهم بسيف يقعدوا في هذه الملحقات بل كين الناس عندهم طموحات كبيرة خليه يحقق هذه الطموحات تاعه ثاني حاجة عود مليح مليح ادرس القرار تاعك لعلى حساب العديد من الطلبة راهم يقولوا باللوزارة هي لديرة القرار هذا وليس الجامعة الجزائر واحد حتى انهم راحوا الى يعني الجامعة على الجزائر واحد بالالاف يسقصيوا على التحويلات ويقولوا لهم راحوا وشوفوا في الوزارة راني نحكي على قرار ما عدا العلومة الطبية خلي ديروا التحويلات تحهم كي الناس تحتاج التحويلات كي الناس عندها ظروف راعيوا الظروف تاعهدوا الناس يرحم باباكم البارح خرج رئيس الجمهورية وش قال؟ قال يا الوزارة ويا المسؤولين استجيبوا لانشغالات المواطنين وما تعرقلوهمش وهنا وش راك تدير يا وزير التعليم العالي راك تعرقل في الناس فاذا كنت حاب صح تحبس التحويلات لو كان حبس التحويلات في كل جامعات الوطن ماشي فقط على التخصصات الطبية اذا راكم حابين تربحوا يعني الطالب الجزائري يلزم عليكم توفرولوا جميع الشروط يلزم عليكم تربحوه انتوما ماشي تمنعوه من الهجرة عن طريق قراراتكم التعسفية وفضلوا جميع الشروط وفضلوا خلصة مليحة وفضلوا بزاف امورات لإقامة مليحة كذا مليح صدقني ما راح يهرب من الجزائر ورح يساهم في تطوير الجزائر والحمد الله شفنا بعينينا احنا كجزائريين باللي عدنا ناس هاربة في مجال الطب شفتوهم كامل الجزائريين عدوا على قناة البلاد وهذيك عينة صغيرة برك من ناس قرارت الطب وحبت تخدم بلادها وقعدت في الجزائر رغم العروض اللي جات من عند دول اجنابية فوفروا لهم الشروط هذا ما كان شروط بسيطة جدا شروط بسيطة جدا ونقصوا الاعداد الصح ماشي في العدد وانما الصح في التكوين كتكون لي انا يا طالب واحد بشكل مليح تخدم انك تكون لي عاشرة طلاب بشكل عشوائي ولا تكونهم من الناحية النظرية فقط وش راح نستفادوا من هذا الشيء المهم هذه الرسالة ان شاء الله توصل الى رئيس الجمهورية وتوصل عندك يا وزير التعليم العالي وتستجيب لهذه الانشغالات تع الناس لانه الالاف من الرسائل اللي راحي توصل لي مفادها راحي كارثة صارية في المجال تعطب المهم يا الجزائريين هذه بلادنا والحاجة اللي نشوفوها مش مليحة في بلادنا يلزم احنا ينغيروها يلزم احنا ينمدوا اقتراحات يلزم احنا ينغيروها بطريقة ايجابية انا ما جيتش نطيح في البلاد ونقول بلادي وبلادي بلادي مليحة وبلادي الحمد لله مليحة لكن بعض القرارات برك هي اللي خلت بلادي ماشي مليحة المهم هذه الرسالة كامل سهموا في نشرها على اوسع نطاق فكامل خليوا اللايك تعكم يا الجزائريين خلي اللايك تعك يا الجزائري راك شفتوا يعني في كل رسائلنا الحمد لله وصلت حتى الى رئاسة الجمهورية وان شاء الله هذه الرسالة ثانية توصل لانه وشي راح نشوفوا يعني بعدها من نتائج راهي كارثة على الصح نلقوا يعني الالاف من الطبة بدون عمل رغم انه نقدروا يعني نحبسوا هذا الشيء هنا يا برك فالسلام عليكم وتحيي الجزائر دائما وابدا وتفائلوا يا الجزائريين بلاد نارا هي بلاد خير وبربي ان شاء الله منشوفوا فيها غير الخير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر